يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس موبيليس معا نصنع المستقبل تحية رياضية لكم مشاهدين الأفاضل مرحبا بكم في برنامج حصاد المونديال على قناة الجزائر الدولية إذن بعد غياب دام لأكثر من ستين أو ست وثلاثين سنة عادت الأرجنتين لتحرز لقب بطل كأس العالم 2022 بعد الإطاحة بالمنتخب الفرنسي بطل النسخة الماضية في سيناريو مثير وواحدة من إحدى أجمل المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بثلاثة أهدف كل شبكة لتذهب إلى ركلة الترجيح التي ابتسمت في الأخير للأرجنتين الذي أحرز كأس العالم الثالثة له في تاريخه للحديث عن هذا النهائي النهائي الاستثنائي الذي جمع الأرجنتين وفرنسا أسعد باستضافة محل القناة الجزائر الدولية واللاعب الدولي السابق ناصر بويش أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أيسا كما أسعد أيضا باستضافة الإعلامي ناسيم ربيكا ومحل القناة الجزائر الدولية أهلا بك ناسيم أهلا وسهلا وأسعد أيضا باستضافة الزميل الإعلامي خالد معزوزي من القسم الرياضي لقناة الجزائر الدولية أهلا بك خالد أهلا عصام إذن ضيوفي اللفاظ المشاهدين الكرام قبل أن نخوض وأن نتحدث عن هذا النهائي لا بأس أن نتحدث أو بعد ما حقق لارسونتين لقب بطال كأس العالم 2022 بفوزي على نظرها الفرنسي بركلة الترجيح بأربعة أهداف لهدفين وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي لنتيجة أو لتتجه المباراة إلى ركلة الترجيح التي حسمها منتخب الطانجو بأربعة أهداف لهدفين وحقق لقب كأس العالم الثالث له بعد الست وثلاثين سنة نتابع هذا التقريب ثم نعود لتحليل ونقاش ست وثلاثون سنة كاملة انتظرها عشاق الطانجو لرؤية الأزرق السماوي بطلا للعالم للمرة الثالثة في تاريخه بدرباتي الترجيح الأرجنتين تطيح ببطل العالم المنتخب الفرنسي وتجرده من لقبه الذي ناله في النسخة الماضية بالأراضي الروسية ملعب لوسيل الذي كان شهدا على خسارة غير متوقعة للطانجو في مستهل المونديال أمام المنتخب السعودي كان شاهدا هذه المرة على ملحمة كروية تاريخية للألبي سيليستي بقيادة النجم ليونال ميسي الذي قدم أحسن مونديال له بعد أربع مشاركات مخيبة آخرها الخروج من الدور ربعا نهائي أمام فرنسا في مونديال روسيا 2018 مشوار المنتخب الأرجنتيني لم يكن مفروشا بالورود خاصة بعد السقوط أمام الأخضر السعودي صفعة أيقضت رجال المدرب ليونال سكالوني الذين ظهروا بوجه مغاير في بقية المواجهات البداية كانت بانتصارين على كل من المكسيك وبولندا في دور المجموعات ليتبعها بتأهل ضد أستراليا في الدور ثمن النهائي ليكون الامتحان الحقيقي أمام الطواحن الهولندية في الربع النهائي التي ابتسمت فيه ركلات الترجيح لزمال الحارس مارتيناز وبعدها المنتخب الكرواتي في نصف النهائي التي حسمها الطانغو لصالحه بثلاثية نظيفة أكدت عزمه على العودة إلى بيونيس آيروس حاملا الكأس الذهبية وهو ما تحقق في الأخير بأقدام جيل جديد من اللاعبين وبخبرة البولغا ليونال ميسي الذي عبد طريق راقسي الطانغو نحو النجمة الثالثة الثامن عشر ديسمبر سيبقى إذن راسخا في أدهان كل عشاق اللونين الأزرق والأبيض بعدما أتم رجال المدرب سكالوني كتابة السطر الأخير من التاريخ الجديد للآلبي سيليستي في مسابقة كأس العالم إذن تابعنا مشاهدين الأفاضل هذا التقرير أتحول إلى ضيوفي في الأستوديو البداية معك نصر أبويش إذن الأرجنطين تحرز لقب بطل العالم على حساب حامل لقب النسخة السابقة المتخب الفرنسي في واحدة من أجمل نهائيات كأس العالم على مر التاريخ الأرجنطين استحقت هذا التتويج عن جدارة استحقاق أريد أن أقول مرة ثانية أو ثالثة أنه أجمل نهائي شفت أنا في حياتي الكوروية هذا النهائي هذا حتى للتاريخ نظن أنه أجمل نهائي شفنا كل شيء الإطارة تقنيا بدنيا شفنا الأهداف شفنا الجماهير شفنا التتويج كيفية التتويج والجوائز في آخر اللقاء كان شيء مبهر بكل صراحة مرادنا وخلا نقول أن المنتخب الأرجنطيني هذا الكورو الأرجنطينية في كل جيل يأتي واحد لأنه هو اللي في 78 أول كأس في ماريو كامباس اللعب الأرجنطيني اللي كان حاضر اليوم هو اللي قاد المنتخب الأرجنطيني 86 مارادونا قاد المنتخب الأرجنطيني بالكأس الثانية والتاريخ يكتب نفسه مرة أخرى ليونال ميسي هذا اللعب ربما لدخل تاريخ كرة القدم في اليوم من الباب الواسع هو الآخر يفوز بكأس العالم ويفوز الأرجنطين لأنه هو اللي قاد الأرجنطين بكل صراحة للفوز وبالتتويج الثالث هذا والنجمة الثالثة على القميص لأن القميص أرجنطيني سيصبح بنجمة الثالثة وهذا شيء جيد شكرا ناصر أبوش سنوصل مع ضيوفي اللي فاضل معك نسيم أربك إذن المباراة عرفت عدة سيناريوهات بداية الأرجنطين كانت متقدمة في النتيجة قال بطاولا بابي بتسجيله في تسجيله هدفين في الشوت الثاني عاد في الوقت الإضافي منتخب الأرجنطين وأضف الثالث ثم عادت فرنسا مرة أخرى وعدلت النتيجة التي اتجهت بعدها المباراة إلى ركلة الترجيح كيف تبعت هذا السيناريو هذه المباراة الدراماتيكية هذه المباراة القوية والمثيرة طبعا كل هذه المعطيات التي ذكرتها تدل على أن المنتخبين قويا من جميع النواحي المنتخب الأرجنطيني المدرب سكالوني بدأ بخطة أذهل الجميع يعني حتى أعتقد ديشون كان استغرب من هذه الخطة أربعة ثلاثة ثلاثة وديمارية الذي كان مصابا لما يكون حد ينتظر دخوله دخل وكأنه عمره عشرين سنة قدم شوط ولا أرواح قد سجل هدف قدم تمرير رائعة ولعب بشكل رائع الشوط الثاني يمكن ديشون العبقري أنا أسميه عبقري رجع في المباراة ببعض التغييرات وأيضا استطاع أن يقحم بعض الأسماء التي غيرت المباراة حقيقة سكالوني استعجل وبدأ يفرح في ذكة الاحتياط أخرج دي مارية استجاب للجماهير التي كانت تهتف وكانت النتيجة أنه خسر في التسعين دقيقة أو خسر التقدم فأصبح الفرنسيون يرجعوا في المباراة شفنا في فرنسا ترجع ثلاث مرات يعني كانت خسيرة ثم ترجع هذه قوة أيضا ذهنية ونفسية عند اللاعبين أنك تكون متأخر ثم ترجع في المباراة شفنا أيضا نفس طويل للمنتخب الأرجنتيني بعد ذلك دربت ترجيح دربت حق ولا ننسى طبعا هذا الأسطورة الذي صراحة أمتع وأبدع وشفنا كل شيء في كرة القدم عند هذا اللاعب ويستحق بعدما شفنا دموع النجوم رونالدو سواريز نيمار اليوم شفنا دموع فرح لهذا اللاعب وأعتقد يستحق كل التقدير يستحق كل التقدير ويستحق هذا التتويج ويستحق أيضا معانقة الذهب خالد معزوزي ربما الأرجنتين استعادت اللقب بعد 36 سنة كيف تبعت هذه المباراة كيف دخل المنتخبين في هذه المباراة الأرجنتين ربما دخل بقوة فاجأة ربما ديدي ديشون ليونيرس كالوني بخطة وبنهج تاكتيكي لكن المنتخب الفرنسي بسبعة أرواح قلب الطاولة مرتين على المنتخب الأرجنتيني وأسال العلق البارد لرفق ميسي لكن في الأخير ميسي يعانق الذهب ويهدي الأرجنتين الكأس أو اللقب الغالي كأس العالم الذي انتظرناه طويلا طويلا في هذه النسخة الاستثنائية خالد معزوز لابسا نؤكد في البداية عصام ما قاله ناصر فعلا هي أجمل المباراة نهائية بإجماع الكثيرين حتى بعد المباراة شاهدنا ردود الأفعال كل يقول لك بأنه أجمل نهائي ومن أجمل مباراة قرارة القدم على مر التاريخ فعلا نهائي في المستوى كان من المتوقع أن تكون بهذا المستوى بالنظر لقيمة المنتخبين بالنظر لمشوارهما في هذا المنافسة عصام المنتخب الأرجنتيني كما قال ناسيم يعني فاجأنا في كل مرة سكالوني شاهدنا يتأقلم في كل مرة مع خطة المنافس شاهدنا تغيى الخطة التكتيكية في مباراة هولندا لعب بثلاثة مدافعين محوريين تأقلما مع خطة المنافسة الذي يلعب دائما بالمنتخب الهولندا يلعب على الأجنحة يعني يتأقلم في كل مرة ثم شاهدنا يترك الكورة تقريبا للمنتخب الكروات يلعب بطريقة دفاعية يلعب على أخطاء المنافسة اليوم المفاجأة كانت كما قال ناسيم في إقحام ديماريا بأدوار مزدوجة يعني كجنح عيصر ثم يرجع لوسط الميدان شاهدنا أن المنتخب الارجنطيني بدأ المباراة وبدأ أكثر تحررا من المنافس من المنتخب الفرنسي الذي لم يكن موفقا في بداية المباراة والقوة الذهنية لكلا المنتخبين تحسب للفريقين العصام وتؤكد القيمة الفنية للمنتخبين لأن المنتخب الارجنطيني عائد من بعيد في هذه المنافسة لا يحدث كثيرا في كأس العالم أنك تغسر أول مباراة تماما المنتخب السعودي في إحدى أكبر مفاجآت كأس العالم على مرة تاريخ تعود في المنافسة تدريجيا وبضغوطات كبيرة طبعا كانت على ليونال ميسي كانت على هذا الجيل من المنتخب من العيبين الأرجنطينيين بعد التتويج بكأس كوبا أمريكا الطموحات كانت كبيرة ومشروعة بالنسبة للمنتخب الأرجنطيني الذي عاد بقوة شاهدنا أنه يتحسن في كل مرة مع بلش إذا يوفقني ناصر هي ربما برأي شخصي أفضل مباراة للمنتخب الأرجنطيني في هذا المنتخب أمضى الانتحان صعب كان الانتحان عيدا تفضل ناصر على ذكر ما ذكروا الخالد ميسي اليوم ماذا لعب؟ وسط لم يلعب وسط مهاجم يامي نياسا يعني لو تريد تحديد دور ميسي في الملعب أو مكانه صعب جدا لذلك يمكن مختص مثل ناصر لا نسيم ميسي كأنه يختفي لازم نقوله في بعض الأحيان يختفي لكن لما يبان ميسي يدير الفرق لكن نقطة نظن أنه بداية حسنة للمنتخب الأرجنطيني لربما سيطرة على تقريبا نقوله ساعة أو سبعين دقيقة منذ بداية لقاحة الدقيقة السبعين هو إقحام دي ماريا على الجهة اليسرى وحد ما كان ينتظر هذا اللاعب لكان مصاب بدل اللقاء لماذا بدل اللقاء لأنه سكالوني درس أنه الجهة اليمنى للفريق نجد أن نقوله بكل صراحة جيل كوندي هو نظرنا أنه الماريون فاب كما نقول أسعد واحد لما خرج دي ماريا أسعد واحد أكيد شفنا أنه دي ماريا قام بلقطة بمتازة حصل على ضربة جازة كان في الهدف ثاني هو لسجله ما كانت تقطية من كوندي كان بعيد كوندي نظرنا أنه استغل المنتخب الأرجنتيني ضعف المنتخب الفرنسي من هذه الجهة سجل هدفين من بعد أكيد أن التغيرات التي دالها دي 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 شان تغيرات مبكرة على فكرة مبكرة لأنه اللعبين اللي كانوا راح يجيبوا لإضافة في الهجوم كانوا غايبين نقولوا بكل صراحة دانبيلي اللي قام بخطأ تعد ضربة جازة جيروا اللي يخسر كل صراحات ربما اليوم المنتخب الأرجنتيني حتى محواره حتى ولو كان في خطأ من أوطامندي في هدف ضربة جازة على كولومواني لكن بصفة عما هذا المنتخب الأرجنتيني اللي هو ربما ضعيف في محور الدفاع اليوم محور الدفاع أدى لقاء في القمة روميرو أوطامندي نعود أنه للمنتخب الفرنسي عاد إقحام ماركوس تيرام في الهجوم قوة بدنية إقحام كامافينغا إقحام كومان إقحام فوفانا كل هذه اللعبين زادوا قوة المنتخب الفرنسي اللي عاد في اللقاء في كل مرة يعود في اللقاء يعد النتجة ربما هو اللي كان راح يفوز باللقاء لازم نكون قوله بكل صراحة لو لم يتميز الحارس إيميليانو مارتيناز في الكورة الأخيرة تعقوله مواني كان ربما الفريق الفرنسي هو اللي يفوز لكن هذه كورة قدم يجب أن يكون عندك حارس كبير يجب أن تكلمه من بعد عن الحراس صحيح والدور كبير إيميليانو مارتيناز يقوم بتصدي كورة كانت في الدخلة لشيباك من بعد ركلة التارجيح ديشان أخطى بإقحام جيرو اللي شفنا يعاني من إصابة في مباراة نصف نهاية إمام المغرب ولكن اليوم دخلوا في التشكيلة الأساسية أمر يعني كان غير متوقع ثم عاد لإخراجه مرة أخرى لترى بأن ربما ديشان كان من الأفضل أنه يلعب بالتشكيلة للعبة أكثر في الشوط الثاني والأشوط الإضافية لا ديشان لعب بالتشكيلة المثالية التي في كل مرة تقوم بأشياء نقوله إيجابية جيرو ممتاز جيرو اليوم كان كما نقول قلت لك العب ضد ربما اليوم ديروا أحسن لقاء تحهم وطاماندي وروميرو وكان بعيد يعني غريزمان للكورة بعيد أمبابي شفنا في السبعين دقيقة الأولى كأنه كان غايب نقول بكل صراحة لأنه لماذا كانت فيه مولينا عليه تغطية تاعد ديبول كانت كل الأشياء تمشي لكن لكي نقول الجيرو جيرو لم يحصل على كورات لعب أكتر رأينا في الكورات الدفاعية يعني في الوقنيات للأرجنتين هو الذي يدافع اختنص من ناحية الجاهزية لأنه كان يعاني من إصابة وكان الخيال الوحيد على مستوى منصب قبل بوجم حتى ولوك كولومواني لأدى كيار أحسن أنا أعتقد أنه الهدف الثاني هو سبب إخراج جيرو لأنه لماذا لما كانوا واحد سفر فأحكيت كانوا تنين سفر خلاص ما عندك لازم تغامر لازم هنا شاف بأنه لأن كل السرعة تذكر شيء مهم جدا سرعة ثنائية مثل الهوائية والأرضية كلها كانت لأرجنتين لا دم نقول لك ناسيم هو لما تنين سفر ما عندك ما تخسر خلاص تقريبا الشرط الأول ينتهي خمس دقائق تشفنا تغييرات خمس دقائق تقريبا قبل نهاية الشرط الأول لكن هو داب ديشان ولا يلعب تقريبا دخل تيرام ودخل كلهم ونالعب يلعب يمو هجيمين و أمبابي دخل شوية للوسط لكي يعاون وسط الميدان لهذا نظن إقحام كومان بعد ذلك وفوفانا يعني فوفانا المباراة السابقة كان مكان رابيو قدم مباراة رائعة جدا أنا توقعنا أنه يدخل بأساسي لكن مع ذلك ديشان دخل برابيو شفنا بعدها كومان تغير كل لعب يعني شفنا أغلب الكرات كان يسترجحها ويصنع اللعب يدافع يهاجم صراحة مع أنه لم يعطى حقه في هذه البطولة ولكن قدم مباراة رائعة وكان ممكن يكون سبب لا كومان لعب ممتاز في بيانات دومونيك حتى ولو ديشان ما طالش نصر أستسمحك رفقة نسيم وخالد ونتحول طبعا لنتابع هذه الأجواء وفرحة الجمهير الأرجنطينية مباشرة من العاصمة الأرجنطينية شاهد طبعا أجواء الفرحة بالفوز بلقب كأس الحالم يمكنك خالد أن تعلق معي عن هذه الصورة الجميلة والرائعة هكذا تحتفل الجماهير بإحراز الأرجنطين اللقب الثالث وترسيع قميسها بالنجمة الثالث مباشرة من العاصمة بورنوس آيروس طبعا خالد هذه الصور الجميلة والرائعة هكذا تحتفل الجماهير إليك الخط خالد فعلا عصان الأمر يتعلق بشعب يتنفس قوات القدم كان يطمح لهذا التتويج منذ 36 سنة طبعا خيبة نهاية 2014 خيبة نهاية 1990 أكيد الشعب الأرجنطيني يتنفس كرة القدم يعشق الكرة يعشق ميسي يعشق هذا الفريق كان وراءه تنقل وصنع الحدث في قطر يعني تنقل تاريخي إلى الدوحة كان وراء المنتخب في طيلة المنافسة هذا أمر حفز كثيرا وكان عامل مساعد في تحقيق الإنجاز الذي حققه المنتخب الأرجنطيني في كل مرة المنتخب الأرجنطيني وكانه يلعب في العاصمة الأرجنطينية يعني مدعوم ناصر وفي الصورة المقابلة مشاهد من ملعب درب لوسيل طبعا أين ستمر بعد قليل وبعد لحظات حافلة المنتخب الأرجنطيني هكذا الأنصار والجماهير تنتظر مرور الحافلة إذن المتعة والفرجة هكذا هي للجماهير بمختلف أطيافها وبمختلف تنوع عاداتها وثقافتها وطراثها طبعا كلها تسفق لحامل لقف النهاية هل أن ندخل أيضا في التنظيم التنظيم الجيد لما تتنقل تقريبا خمسين ألف أرجنطيني يتنقل إلى دوحة يجب أن نقولها بكل صراحة بمشي شي سهل لكن نشوف الفرحة نشوف أنه التنظيم الجيد في المدرجات التنظيم الجيد خارج الميدان خارج الملعب عفوان نظل أنه كل أشياء هذه رائعة ما نشوفهاش ما شفناهاش من قبل لازم نقولها بكل صراحة في النسخ اللي ماضت لكن أنا كل يوم نقول لأنه تنظيم دولة قطر ربما سيكون استثنائي ولدينا محور في هذا البرنامج بعد قليل سنمر للحديث عن التنظيم ولكن نعطيك مفارقة ربما على مر أو منذ مونديال 1978 ماريو كيمباس سجل ركلة جزاء أو ضيع ركلة جزاء في الجولة الثالثة وتوجت حينها البرازيل بكأس العالم في مونديال 86 ماريو كيمباس أرجنتين أكيد ضيع ماريو كيمباس ركلة جزاء في الجولة الثالثة وتوجت الأرجنتين بالكأس وفي 2022 في الجولة الثالثة ميسي يضيع لك الجزاء والأرجنتين تحرز لقب كأس العالم سأقول لك عصام لا الكرة الأرجنتينية هذه فيها أشياء صحية لازم نقوله لكن في كل جيل كل جيل يظهر لعبا كنت صغير نشفال ماريو كيمباس لفاز تقريبا وحده بالكأس ماردونا فاز وحده بالكأس وميسي نقوله احتولوا معه لعبين معه مدربين لكن لما نشوفوا أداءه من اللقاء الأول احتولت كان انهزام المنتخب الأرجنتيني ضد السعودية لكن ميسي بقي على مستوه نجب أن نقوله بكل صراحة 35 سنة من الناد أن تشوف لعب 35 سنة يقود منتخب تاو صح إلى التتويج بكأس العالم نسيم ربيكا على ذكر ليونال سكالوني قاد المنتخب الأرجنتيني في 57 مباراة عنده تقريبا 40 فوز 12 تعادل و5 هزائم فقط يعني نتائج إيجابية لهذا المدرب وخاصة بأنه بطل كوبا أمريكا اليوم بالفوز بكأس العالم أكد أنه يستحق الفوز بكوبا أمريكا والفوز بكأس العالم كيف تقوم هي أو كلمة ربما عن هذا المدرب الذي عرفك خاصة كيف يدير اللقاء اليوم مع تغييرات ديدي ديشو مع النهج الطاكتيكي مع التغييرات في أسلوب اللعب للمتخب الفرنسي على عدة ما رحي في هذا اللقاء أولا تحقيق الثنائية بهذا الشكل يعني كوبا أمريكا ثم بعد كأس العالم هذا يعني لا يقوم به أقنعوا ميسي في التراجع عن قرار الاعتزال الدولي نعرف أن ميسي كان اعتزل دوليا ثم بعد ذلك تراجع عن قراره وماذا كانت النتيجة النتيجة أن سكالونيا مع ميسي مع ديماريا مع هؤلاء النجوم استطاعوا أن يأخذوا كوبا أمريكا ثم نفس المدرب هذا بحنكته في البداية كانت هناك انتقادات ولكن أثبت للجميع من خلال الخطط التي يلعب بها ومثل ما ذكر زميلي خالد شفنا عدة خطط لعب بها في كأسها في بطولة واحدة يعني بعض المدربين ممكن خطة الغالب يلعب بها على غرار ديشون مثلا في 2018 خطة دفاعية بحثة ثم أخذ كأس العالم لكن شفنا سكالونيا هذه المرة يعني أثبت أنه مدرب محنك يستحق هذا التتويج وأعتقد بأنه رغم أنه عنده كثير من اللاعبين مخضرمين ولكن سيواصل المسير ثم مع المنتخب الرجالي قبل ما نتحول إليك خالد نتحدث عن الإحصائيات ربما السؤال يتبادر إلى الأذهان البعض يقول بأنه تشكيلة منتخب الأرجنطيني أو النجوم التي كانت في منتخب الأرجنطين في 2002 في 2006 حتى في 2010 كانت مرشحة دائما للفوز بكأس العالم لكن في هذه النسخة وبكل صراحة الأرجنطين لا يملك عدة نجوم يعني معدى ثلاث أسماء أو أربعة أسماء وهي بارزة في هذا المنتخب واستطاع أن يحرز اللقب كيف تفسر هذه؟ شو كان نجم واحد في المنتخب الأرجنطيني اليوم النجم هو ليوميسي خلينا من ليوميسي لكن اللاريز دي ماريا دي فول لا 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 نتكلمه لأنه بعد ما شوفوا اللقاء الأول وكانت انتقادات على سكالوني لأنه سكالوني بعد اللقاء سعودية ما بدأش بهذه التشكيلة كان فيها كان باريداز أساسي قوماز أساسي كانوا لعبين كثير كانت انتقادات بعد الانهزام الأول وكانت صفع لسكالوني والمتخب الأرجنطيني لكن شجاعت سكالوني أنه غير تقريبا أقحم الفارز أقحم أنزو فرلنداز أقحم غير ماك أليستير غير وغير اللعب دوبول لأنه داروك على الرواق الأيمن وسط لكن هذه الأشياء هدية كلها شجاعت سكالوني لأخذ غير تشكيلته لازم نقول بكرة أنت خلال كأس العالم وانت عندك تشكيلة أساسية تبدأ بها اللقاء الأول فيه انهزام من بعد تغيرها وفي الأخير شوفنا أنزو فرلنداز أحسن شاب فاز بلقب أحسن لعب شاب خوريان ألفاريز هو نقوله خقيقة كان هذا اللعب ونحن لم ينتظر فيه لعب سيتي شوفنا ماك أليستير العمل الذي يقوم به فوق الميدان كل هذه التغيرات أعطت قوة لضخية للمدرم صحيح هذا هو الأهم وهذه هي بصمة المدرم وهذه بصمة المدرم وطاقم الفني لا وثيقة لدى فيها بدأ النهائي كأس العالم بهذه اللعبين واللعبين اللعبين اللي كانوا أساسيين لو طاروا مارتيناز باريداز هذي اللعبين أقحمهم ربما في عشر دقائق وربع ساعة الأخير قبل ما تحول عليك مرة ثانية خالد طبعا هذه الصور الجميلة والرائعة التي نشاهدها مباشرة من درب لوسيل تنتظر مرور حافلة المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022 خالد ربما في هذه الصور تبرز الهوية العربية وأيضا العادات والتقاليد شاهد قطر كيف أعطت للعالم ذلك النموذج العربي وذلك النموذج العالي وذلك المستوى العالي من حيث التنظيم ومن حيث الجاهزية إلى آخر دقيقة في هذا المونديال قطر تبدع ولازالت تبدع حتى بعد نهاية المونديال في استقبال الضيوف وحتى في توديعهم شاهد بوجود الجمال وبوجود طبعا الحرس وبالتنظيم محكم وعالي ينتظرون كلهم مرور الحافلة لو سمحت خالد تشاركني في هذا التعليق قبل نمر الإحصائية أكيد عصام هي فرصة طبعا نعود في كل مرة لتنظيم قطر لهذا المونديال رسائل كثيرة مررتها قطر والختام طبعا اليوم تتويج الأرجنتين بمثابة مسك الختام لهذا المونديال الاستفنائي من جميع النواحي فنيا تنظيميا حتى من ناحية الحضور الجماهيرية صور جميلة جدا طبعا تنتظر ملوك العالم هي فرصة كما قلنا عصام لقطر لتمرير العديد من الرسائل الآن العالم كله سيغير نظرته على العالم العربي والإسلام إذن أكيد هي فرصة للأرجنتين أيضا يعيشوا هذه الأجواء الاستثنائية قبل الأجواء الأكبر طبعا بمناسبة العودة إلى الأرجنتين أكيد سيكون الاستقبال أسطوريا لزملاء اليوميسي خليك ناسي مربيك تخلق هذه الصور الجميلة والرائعة والمثيرة خلينا بأصول بطابة عربي كيف تعلق على هذه الصور لها أصلا تعلق على نفسها طبعا هي صور جميلة تعلق على نفسها مثل ما ذكرت تبين لنا الهوية العربية من خلال هذه الجمال وهذا اللباس العربي الأصيل وأيضا لما ذكر الكابتن ناصر عن موضوع التنظيم التنظيم في كل لمسة لا في كل شي تجد لمسة عربية كان آخرها اليوم تتويج ليونال ميسي بالمشلح القطري وهذا المشلح حتى أصبح المعلق يقول الشيخ ميسي بالمشلح القطري وهذا شي جميل جدا والقطريون لم يتركوا شي للصدفة أبدا دائما كل شي فيه رسالة كل شي فيه لمسة كل شي فيه شي عربي وهذا جميل جدا يحسب لهم وأعتقد هذه النسخة آخر نسخة فيها 32 منتخب النسخة القادمة ستكون بـ 48 منتخب ستكون صعبة وصعبة جدا قطر أتعبت من بعدها في كل شي بعد لحظ طبعا في هذه الأثناء شاهد نصر أبويش الحافلة تصل في هذه الأثناء طبعا واللاعبين فوق الحافلة هكذا يستمتعون ويمتعون ويوصلون الاحتفال مع الجماهير الأرجنطينية حوالي أكثر من 75 ألف متفرج من الجماهير الأرجنطينية كانت حاضرة في المدرجات ناصر هذا يبرز وكأن الجماهير اليوم كانت ربما تدرك بأن سكالولي وميسي لن يخيبوا هذه الجماهير التي جاءت إلى المدرجات من أجل المناصرة من أجل المؤاظرة من أجل الوقوف مع ميسي في آخر محطة له في مونديال قطر من أجل التتويج ومعالقة الذهب ناصر أبويش أنا أظن أن الجماهير الأرجنطينية كانت تنتظر هذا التتويج آخر لقاء لي ميسي آخر تتويج لي ميسي بكأس العالم أول كأس العالم وآخر كأس العالم لي ميسي نظن أن الجماهير الأرجنطينية كانت تنتظر هذا الانتصار هذا الأرجنطيني حتى شفنا العدد الكبير حتى في اللحظات نقوله السيئة اللي مر بها اليوم المنتخب الأرجنطيني لأنه بعد تنين تنين لازم نقوله بكل صراحة أنهار المنتخب الأرجنتيني بدنيا تفوق عليه المنتخب الفرنسي حتى الهدف الثالث ربما يعطيهم شيئا كما نقول قوة إضافية لكن بصفة عامة نقول في نصف ساعة الأخيرة هو الوقت الإضافي أنهار الفريق الأرجنتيني لكن ماذا ساعدهم؟ هو جماهير الجماهير التي وقفت في الظروف الصعبة للمنتخب وقفت وراء المنتخب. شفنا التشجيعات في كل كورة في كل سراع المنتخب الجماهير الأرجنتينية حاضرة حتى في ركلة الترجيح من بعد في التتويج هذا مستحق للجماهير الأرجنتينية ومستحق لسكالوني وللعابين فضل لسيب صور مثل هذه الحافلة والتتويج ومثل ما نرى الآن تنسيك في التحليل التقني والأداء وكذا أنا أخبرك المشجع أنك مناصر أرجنتين. أنت مناصر أيضا. ولا ننسى أنه اليوم يتزامن مع اليوم الوطني لقطر. دولة قطر. صحيح. دولة قطر. وهم عادة يحتفلون دائما بمسيرات على الكورنيش. كورنيش. واليوم يحتفلون باليوم الوطني ويحتفلون أيضا بالتتويج أرجنتين. هذه ثاني نقطة تستحق أن نقف عندها أنه كيف استطاعت قطر أن تنظم كأس العالم ونهاء كأس العالم في اليوم الوطني لدولة. دولة قطر التي من خلالها طبعا ستكون فيه رسائل عديدة ومتعددة ونتابع في هذه الاحتفالية العادات التقاليد وأيضا الإرث والمولوث الثقافي لدولة قطر. لا يوجد شيء للصدفة في قطر. أنا عشت في 15 سنة وكنا ممكن في البداية لما كانوا يحضروا لكأس العالم كنا نرى أو نلامس هذا الأمر وشعار كان دائما يرفع هو العصرنا في الطرح مع التمسك بالأصل. يعني طرحهم في تكنولوجيا في عصرنا في جمال في إبداع ولكن دائما يتمسكون بالأصل يتمسكون بعاداتهم الإسلامية وتقاليدهم وعاداتهم العربية. وهذا لمسناه الآن في كل مكان سواء في ضرب اللوسيل أو أيضا في الكورنيش أو في كل الأماكن في قطر خاصة في سوق واقف اللي أصبح معروف الآن. هذا المكان السياحي أصبح معروف عند الكل. نجد فيه كل الجماهير بما فيها الجماهير الجزائرية. حيث الكانتارة. التي هي كاتارة، سوق واقف، المدينة التعليمية، الكورنيش، اللوسيل وأيضا أماكن كثيرة وقطر جميلة جدا لأنه كورنيش. كل شيء قريب عن بعض. خاصة مع المواصلات الجديدة مثل الميترو وتراموي وغيرها أصبح الأمور كلها يستطيع أن تدور في الدوحة كلها في فترة بسيطة. صور جميلة بشعار الأرجنتين في اليوم الوطني بلمسات عربية. كل هذا صراحة يشعرنا بالفقر. ترى ماسيم كيف البسك ديارة وكان واجد للمنتخب الأرجنتيني كأنهم كانوا يتواجون. هذا الأمور تحضر. لا تحضر. نحصا هي بمثابة الفيلم التي لديه نهاية سعيدة. جمال تتويج الأرجنتين حتى أعتقد أنه حتى بعض الفرنسيين ربما في قرارة نفسهم صحيح تأسفون لانهزام المنتخب الفرنسي بهذه الطريقة بعدما كان يعود في كل مرة في المباراة. ولكن أكيد تتويج ميسي تتويج هذا الجيل من الأرجنتين شغف الجمالي الأرجنتين يسعد كل عشاء قرارة القدم. ولكن أعتقد بأن ما حدث اليوم في لوسيل بمثابة النهاية السعيدة لمونديال استثنائي من جميع النواحي. تحدثنا عن ميسي كثيرا وتحدثنا عن هذه الاحتفالات. تمكن الأسطورة الأرجنتينية اليونال ميسي من تحقيق حلمه ومسعى بحمل ذهب كأس العالم بعد أن قاد منتخب بلاده الأرجنتين لترصيع النجمة الثالثة في التاريخ لاختتم ميسي كرة القدم في آخر ظهور دولي للبولغا بعد أن أعلن سابقا اعتزاله اللاعب دوليا. خشبة العرض الأخير لمونديال قطر ملعب لوسيل يزدر ستار البطولة الأنجح والأفضل على الإطلاق ويضع البساط الذكرى للتاريخ بعد أن جعله من مخرج اليونال ميسي لائقا بكل ما صنعه الأسطورة الأرجنتينية بكرة القدم. ليو الذي لطالما كان بصمة تترجم واقع الساحرة المستديرة وخيالها وحمل من الألقاب كل المعالم كان لابد له أن يرى انعكس وجهه على ذهب كأس العالم لينال شيئا من طيف الراحل مارادونا وتكون كرة القدم بذلك عادلة بحق نجمها ومدلنها. قطر أرض تحقيق الأمنيات وليفعلها وحمل أغلى الألقاب ليصبح حلمه حقيقة وليكون حمل الثالثة للألبي سلستي بعد زيادة من ثلاثة عقود تحت كلمة سر واحدة ميسي في ظهوري الأخير. تفاصيل التتويج خطه ابن روزاريو الأرجنتينية بعد أن اصبح أكثر اللاعبين خوضا لمباراية كأس العالم بستين وعشرين مباراة وأن يخرج حاملا الكأس بيد ورافعا اليد الثانية نصرا وابتهاجا بما صنعه بعد مباراة مجنونة وماراطونية كان فيها مبابي شوكة عالقة. تتويج الأرجنتين هو في الأصل تتويج لمسيرة البولغة الاحترافية وعلى أرض عربية ميسي ختم كرة القدم وأنهى جدل من الأفضل بأفضل طريقة ممكنة. إذن اليونال ميسي ختم هذا المونديال بأفضل طريقة ممكنة خالد معزوزي هذا الظاهرة هذا النجم هذا الجوهرة الذي عرف كيف أو اختار الباب الذي سيخرج منه من هذا العالم المثير من هذا العالم الذي هو أفيون. الشعوب كرة القدم ميسي حقق كل الألقاب الآن بعدما أحرس لقب بطل العالم. ماذا يمكن أن يقول خالد عن هذا الأسطورة وعن هذا الظاهرة وعن هذا النجم؟ أبدأ كلامي عيصان بما أنهى به تقرير الزميل محمد بعلم سلمي لما قال بأن ميسي أنهى الجدل بخصوص الأفضل في العالم على مر التاريخ. أعتقد بأن هذا التتويج سيجعل ميسي أسطورة الأسطير نجم النجوم الأفضل في تاريخ بكل موضوعية وبلغة الألقام والإحصائيات. لما نشاهد ما قدمه هذا اللاعب على مدار تقريبا منذ موسم 2005-2006 وهو في القمة. من النادر أنه لاعب يبقى في القمة ناصر في المستوى العالي طيلة هذه السنوات. تقريبا 18 سنة وهو ميسي في القمة. توجه بالكورة الذهبية سبع مرات. توجه بالشامبيونس ليك بدور أبطال أوروبا مع برشلونة صنع التاريخ. سجل حطم كل الأرقام القياسية الفردية من جميع النواحي لعب متميز. وما كان ينقص ميسي تتويج بكأس العالم أن تكون مباراته الأخيرة في نهاية كأس العالم. هي نهاية وخروج يليق بهذا النجوم. نتصور أيضاً أنك لما تفوز بكأس العالم وأفضل لعب في الدورة هذه. نجب أن نقولها ميسي أفضل لعب فاز بكأس العالم. وربما سيفوز بالكورة الذهبية الثامنة. لما تفوز بثمين كورات ذهبية. هذا شيء ما يتصوره شيء عجيب يعني هذا اللعب هذا. أنه سيدافز بالكورة الذهبية. ونظر أنه حتى مع نديه يكمل على هذا. نظر أنه سيفوز بالكورة الذهبية. والجميل نصر أنه عاد من بعيد كما قال ناسيم يعني. كان يفكر في الاعتزال بعد الخيبات التي عاشها مع المنتخب الأرجنطيني. صعب جدا أنك تعود من هزيمة في نهاية كأس العالم 2014. إن عام أدى مونديال في المستوى توجه بجهازات أفضل لعب في ذلك المونديال على الأراضي البرازيلية. ولكنه تلقى العديد من الخيبات على مستوى المنتخب. ضغوطت كبيرة. في كل مرة المقارنة مع مارادونا كانت يعني عبء ثقيل على ميسي. في كل مرة يقول لك أنه كأس العالم ينقص ميسي ليصبح بنفس قيمة مارادونا في الأرجنتين. الآن ميسي تحرر بكوبا أمريكا في البرازيل. كان اللقب الذي حرر نسبيا ميسي قبل أن يقودها الأرجنتين بشخصية قيادية. لم نعهدها ناصر على ليونال ميسي في المنتخب الأرجنتين. نعتقد أنها النهاية فعلا تليق بهذا النجل. نسيم فضل. نسيم فضل. نسيم فضل. نسيم فضل. لأنه أداءه الممتاز في كوبا أمريكا. الذي ربما كان أحسن لعب أيضا في الدورة في كوبا أمريكا. مرة ثانية أحسن لعب في كأس العالم. منظر أي لعب من الصعبة النعمة. 2014 أيضا كان أحسن لعب نسيم ربيكا. ميسي ماردونا كانت الجدلية قائمة من الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية اليوم. هل حسم الجدل؟ هل أنه اليوم ميسي الفتى الذهبي الذي ربما كان خير خالف لخير السلف. وهو طبعا سيعد واحد من رموز الكرة الأرجنتينية وأرماندو ماردونا سيبقى. ذلك الأسطورة الذي حفر مشواره ومسيرته في ذاكرة كل الجماهير العالمية بصفة عامة والأرجنتينية بصفة خاصة. من ناحية الجدل لم يحسم لأنه دائما الذي عاش تلك الفترة وشاف ماردونا يلعب وكان في وقت ماردونا يعرف قيمة هذا اللاعب وماذا فعله لكرة القدم. ولكن أيضا ميسي الآن يمكن حسم الجدل عند الأجيال الجديدة. لكن شوف ميسي صراحة هو ملهم. ملهم للشاعر إذا شاهد ميسي يكتب قصيدة جيدة. للرسام إذا شاهد ميسي ممكن يرسم صورة جميلة. الفنان ممكن يقوم بفيلم جميل أو سينمائي من أجل ميسي فهو ملهم للجميع. أعتقد بأنه يستحق الخروج بهذه الطريقة بهذا الجمال وبهذا الإبداع. وفي هذا السن يمكن آخر كأس عالم. ولكن ستبقى الأجيال تذكر هذا اللاعب جيلا بعد جيل. إذا عندك إضافة خالي؟ نعم ناسيم بخصوص ناسيم يقولك بأن الجدل لم يحسن بعد. ولكن هناك إطار للتقييم والمقارنة بين اللاعبين. نعم في الإبداع في أي مجال فيه إبداع من الصعب أن تقارن. البعض يقولك بأنه أحسن اللاعب في التاريخ. كل واحد وشي يفضل. كل واحد ونوعية اللاعبين ليفضلهم. ربما واحد يقولك كرايف لآخر يقولك مارادونا بيلي. طبعا هناك العديد من الأساطير. ولكن إنجازات ميسي مع النوادي والانتظام في المستوى وعدد الألقاب الفردية والجماعية. ربما ناسيم هذا يرجح نوعا لكفة ميسي بكل موضوعية. ومهما تحدثنا عن هذا الأسطورة وهذا النجم الذي يستحق أن نؤلف عليه مؤلفات ومجلدات. وإن صح التعبير يمكن أن نؤلف عليه حتى. إضافة في ثواني فقط لا تنسى أنه لما كان مارادونا كانوا أساطير في كرة القدم موجودين معه لكنه تفوق عليهم. لم يكن فقط رونالدو مثلا ميسي ورونالدو أصبحوا مثلين أيقونات. لكن في ذلك الوقت. ميسي كان في مواجهة نجم كابيرلي هو كليان بابي الذي يفعل يعني يستحق. بابي يمكن شاب لعب شاب. لعب شاب ولكنه يعني يتوج بكسل العالم في 2018 لاعب تخطى تلك المرحلة على لعب شاب أو طفرة في كرة القدم. هو لاعب يعني. لا أخذ مارادونا يبقى مارادونا مارادونا لاعب تعجيل وتعزمن نجم نقول بكل صراحة. الزمن الجميل. لكن ميسي حسن كرة القدم نجم نقول وعطاها أكثر متعة أكثر لمسة سحرية. نصر ما دم حسن يعني هو الأحسن. لا 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 واحد يحسن هذه هي كرة القدم هذه هي. صحيح رغم أن نقيم يعني بطريقة منطقية يعني حتى لو نعود ونقارن الزمن اليوم والزمن في ذلك الحقبة لم تكن الإمكانيات أيضا لما ردونا بنفس الإمكانيات ولا حتى المناعب ولا حتى أيضا الألبسة ولا حتى أيضا الظروف التي يلعب فيها. مارادونا عصام ربما أحسن لعب كرة في قدم على الأرض. لكن قلنا ميسي لأما أتى لازم تجديد لازم تجديد لازم ناس يكتبوا أساميا في كرة القدم نظرنا أن ميسي هو الأخر. ناس أكثرها في جزائرية. يقول قلوا نشيخ وأمار الزايري. ناس أكبر مادية. صحيح ناس أكبر ناسي لنا نتحدث عن موضوع أثاره ناس في بداية الحديث وهو موضوع التنظيم حيث أزدلت اليوم قطر الستر على بطولة كأس العالم بعد تحقيقها لنجاح مبهر على كل الأصعدة توجت به نسخة الدوحة المونديالية. الأحسن والأفضل على الإطلاق بشهادة المشاركين والقائمين على الشأن الكروي العالمي البلد المضيف أحسن كرم الضيافة وأجاد التنظيم وأجاب على كل الأصوات النشاز طبعا تنظيم أشهد به رئيس الفيفا جاني أنفانتينو وأشهدت به كل الوفود التي حضرت إلى قطل المشاركة في هذا المونديال الاستثنائي ب32 منتخب في آخر نسخة ب32 منتخب إشادة بمستوى العالي للتنظيم لدولة قطر الذي أبهر كل الجماهير سنعود لأنتحول لمتابعة تقرير بعدما يكون جاهز ناصر نعطيك في دقيقة ربما نتحدث عن مستوى الإبهار الذي وصلت إليه قطر وليس مستوى التنظيم فقط قبل كل شيء أجمل مونديال هذا المونديال القطري 22 يجب أن نقولها بكل صراحة حتى في المفوق الميدان اللعبين في المقابلات نظن أنه في الأدوار ربع نهائي نصف نهائي نهائي شاهدنا أشياء ممتعة أشياء في المدرجات شاهدنا الصور الآن بعد اللقاء صحيح خالد فعلا كما قال ناسيم يعني القطر أتعبت من بعدها عيسان بكل صراحة لأنه التنظيم كان رائع جدا البروفا كانت بوادر نعم نعم يا سام قلت لك بوادر التنظيم الرائع كانت ظاهرة في كأس العراطيفة 2021 قلت لك بأنه بوادر كانت واضحة في ذلك المنظير عقبا سام لنا سين ضحكت إذن كنا نتحدث عن التنظيم وعن التأطير وما وصلت إليه قطر من بنى تحتية وجهزية نصر أبويش ربما هذا الشيء أيضا ساعد المنتخبات من أجل التألق ومن أجل التميز ومن أجل أن تظهر بذلك الشكل وبذلك المستوى خلينا نقوله لأبهر العالم واليوم قطر خلينا نقوله بكل صراحة وضعت الدول التي ستنظم المونديال المقبل في حرج قبل ما أتحول إليك نتابع هذا التقليص من عودية تحليم النقاش شمس آخر أيام بطولة كاس العالم قطر 2022 تشرك وتعلو مع نورها من دوحة العرب أضواء عن نابية باهية على العالم أجمع مونديال قطر أصل لم يتخلل هو أي تقليد قطر أعلت سقف الاستضافة والتنظيم بشكل سيتعب المنظمين من بعضها الجميع بما وجد في الأرض العربية المسلمة توحد بلغة المنطق على كلمة شكرا قطر إن كان الشكر يوفي حق بلد الوريكس فعلا بما حققه من نجاح مبهر توجت على إثره نسخة مونديال العرب بطلة من بين كافة النسخ الـ 21 السابقة المونديال شهد نجاحا على كل الأصعدة ولم نشهد أي حالات شغب نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل على الإطلاق شكرا لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث الكبير شكرا لدولة قطر شكرا لكل من ساهم في تقديم أفضل وأجمل نسخة من كأس العالم على مر التاريخ والأرقام أكبر دليل عن النجاح الباهر الذي حققته نسخة 2022 الجميع بات يعلم أن كل ما كان يقال ليس صحيحا والمشجعون اكتشفوا الصورة الحقيقية للدول والمجتمعات العربية بفضل قطر التي فتحت أبوابها للجميع شكرا قيلت بكل اللغات دوحة العالم مبهرت بملاعبها العالمية الثمانية ومنشآتها ووسائل الروحة لملايين الزوار الذين قادموا من كل البقاء فما وجدوا في قطر إلا مأمنا وبلدا ضم الجميع دون تفرقه مونديال قطر سيبقى راسخا في قلوب الجميع لعقود طويلة من الزمن بعد أن زينت قطر العالم فصار بها مبتهجا بلد المهى العربية نسف بإنجازاته صورة العرب النمطية وصنع صورة أخرى فعلية تعكس قدرة العرب على البناء والإعمار والتقدم والإزدهار وبلوغ المجد نسخة عربية خالصة إنحنت لها الأصوات النشاز من المنتقدين قبل المشجعين قطر بقيت على وعدها كفت ووفت إذن مونديال قطر نسخة استثنائية بنكة عربية نسيمة ربيكة تبعا هذا التقرير ماذا يمكن أن تقول عن هذا الجانب الذي ربما كان أيضا واحدا من الإضافات التي سهمت في نجاح كأس العالم شوف لا ستبقى قطر عفوا ممكن نعطي الكلمة لخالد نحن نقول بأن مونديال قطر كان استثنائي لبنصات حادثة في الكاروليس مع نسيمة كيد اضحكنا ولكن الصور الجميلة تجعلنا ننهي هذا المونديال وننهي هذا اليوم بأجمل كيفية ممكن أكيد في هذه الأجواء ولكن يبقى أن قطر فعلا أتعبت من بعدها تنظيم على مستوى عالي قرب المسافة بين الملاعب عامل ساهم كثيرا في هذا النجاح حصان بدليل تصريح جاني إنفانتينو لقال بأنه تمكن من مشاهدة جميع المباريات هذا أمر لا يحدث كثيرا نعتقد بأن مونديال قطر كان الأرواع على مر التاريخ فنيا تنظيميا جماهيريا من جميع النواحي شكرا خالد على كل ما قدمته في هذا العدد شكرا جزيلا شكرا ناصر أبويش على كل ما قدمته في برنامج حصان المونديال على مدار شهر كامل شكرا ناصر أيضا ناسيم ربيكا كنت سعيد دائما باستضافة ذلك رفقته زهر جلور رفقته فضيل حفيض ناصر أبويش كل ما قدمته في برنامج طبعا الجدول متاحية كبيرة كبيرة من برنامج حصان المونديال شكرا جزيلا لك شكرا لك ناصر شكرا نسيم شكرا خالد والشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين الأفاضل على كرميل إصغائي والمتابعة شكرا أيضا موصول لأرفقة التقنية التي رفقتنا في هذه الأمسية شكرا على المتابعة في أمال الله قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس موبيليس معا نصنع المستقبل